السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين اي رب بيتكنوا بخير نعمل النهاردة فترة البيت بالبطاطس طحفة جدا فطار او عشا حلوة قوي او بين الوجبات هنا عندي اتنين بطاطس وثلاثة بيت استعملت ثلاثة عشان حجمهم صغير لو البيت كبير انا استعمل اتنين وعندي اي حشو عندنا انا استعملت سلامي وزاتون عندي ملح وفلفل بهارات مشكلة وبابريكا وطوم بودر وبصل بودر وكمون وعندي وحدة مشروم ايه طبعا الحاجات اللي موجودة يعني اللي مبقى البوائل في التلاجة ممكن نقطع فلفل ممكن فلفل الوان ممكن فلفل اخضر عادي على حسب الحاجات اللي عندنا وعايزين نحشيها باي هنا هقشر البطاطس عادي جدا وهبدأ ابشرهم ابشرها من الناحية الكبيرة مش من الصغيرة عشان ما تتهريش خالص انا عايزها تبقى مسكة نفسها كده فهبشرها في المبشرة الكبيرة شوية العريضة اللي هي الفتحاتها اكبر من التاني هنبشر بقى الاتنين طبعا الكمية اللي حسب الاعداد وحسب اللي احنا عايزين نعملها انا هنا عملت اتنين وبنستعمل لكل واحدة بطاطس واحدة بيد بس البطاطس هنا كانت كبيرة والبيد كان حجم صغير عندي فاستعملت ثلاثة صغيرين هنبشر بقى البطاطس كلها كده زي ما احنا شايفين وبعد ما نبشرهم هنبدأ بقى نعصرهم من المية اللي بالنشة بتاعتهم دي خالص عشان تنزل البوائي اللي فيها النشة وبرضو هنشطفها بس الاول نتأكد ان بتنزل النشة اللي فيها ده كله نضغط عليها جامد كده لحد ما تنزل المية خالص وبعدين بسوا المية يعني كأننا حطين فيها نشة النشة بتاع البطاطس رائد في البولة هبدأ احط مصفة كده وهحط البطاطس وهاشطفها تحت المية هاشطفها كويس جدا وبعدين هصفيها برضو كويس جدا جدا لبقى تأكدنا ان النشة رح خالص منها هعصرها برضو كويس كده لحد ما حيس ان هي نشفت خالص هبدأ رجعها البولة بعد ما شطفت البولة برضو من النشة اللي كان موجود فيها فكان ما بشرنا فيها هنبدأ بعد ننزل بالبيد جد الوصفة دي حلوة جدا والبطاطس بتبقى مستوية وطرية وبقى الميكس ده رهيب مع بعض هنا انا كان عندي وحدة مشروم فريش فقلت اقطعها كده على الخليط نفسه يعني تزود الطيبة الغذائية برضو مع البطاطس والبيد والبهارات اللي هنحطها وكده هتدي طعمه واتزود القيمة الغذائية برضو ما رضيتش احطها في الحشو ممكن نشوحها لو عايزين نحطها في الحشو نشوحها هي والسلامي او لو في بسترمة او لو في لحمة مفرومة ممكن خضار ممكن ما نحطش اي حاجة نخليها كده بس مش لازم نحشيها عادي جدا يعني براحتنا هننزل بقى البهارات على الكلام ده كله وهكتب لكم كل البهارات والمقدير بالزبط في صندوق الوصفة تحت الفيديو هنبدأ بقى نقلب كده نخلط بقى كل البهارات نخلط مع البطاطس والبيد وهنحط لها معلقة دقيق لو شايفين ان هي محتاجة والبيد سايل شوية هنحط لها معلقة تاني مفيش مشكلة خالص وهنحط لها رشد بيكنج باودر صغيرة خالص قد معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة كمان لانه هو البيد لوحده هيخليها هشة فمش محتاجين بيكنج باودر كتير انا حطيت بس يعني قد نص معلقة كده اضمن ان هي متبقاش مكتومة وفي طاوصة بقى كده هنحط معلقة زيت واحدة بس او نص معلقة حتى ندي هنا بالفرشة كويس جدا وحنبدأ بقى ننزل نص الخليط بس اول ما يسخن الزيت معينا كده ممكن نحط زيت وسمنا برضو مفيش مشكلة هنبدأ ننزل نص الخليط كده هنا ريحة البهارات حلوة جدا حطيت بابريكا وحطيت توم باودر وبصل باودر كانت رحته جميلة هنا بقى الحشوة بتاعتي حطيتها قطعت الزيتون كده على نصين زيتون اخدر وبيبروني او باسترما او اي حشو عندنا انا هنا كان موجود ثلامي وزيتون حطيتهم وكان عندي كيس مزارلة حطيت برضو شوية كده يطعاموها وفعلا تلات حلوة جدا وساحت كده وعجبت الولاد جدا ممكن ما نعملش الخطوة دي ممكن ما نحشيهاش عادي خالص ممكن نخليها طبقة كده طبقة واحدة ونقلبها الناحية التانية وخلاص وبعدين هبدأ انزل بعد الحشوة للجزء التاني ونبدأ بقى نغطي الحشوة كده نفرد الطبقة التانية دي كويس جدا نغطي الجبنة المزارلة علشان ما تتحرقش معينا لما تسيح او تنزل من الفوق الطبعة الاولى يعني او لما نقلبها ما تتحرقش من تحت هنغطي نغطيها خالص كده ونزبط الحروف وبعدين هنغطي التوصى دي بغطى ونسيبها على النار هادي خالص عشر دقايق هنا شلت الغطى بعد عشر دقايق بدأ الجوانب كده تحمر بصيت عليها من تحت كده لقيتها خلاص احمرت وهي اكيد استوت لان انا موطية النار خالص فاكيد استوت هبدأ ليبها بقى الناحية التانية نبصوا من شاء الله ريحتها وطعمها كانت تحفة بجد وما اخدتش وقت خالص نخليها برضو لو التوصى محتاجة زيد ندهنها برضو بزيد بس انا هنا كانت زيد كتير شوية عادي فما حطت لهاش زيت لما قلبتها هنا قلبتها الناحية التانية برضو كان شكلها كده ما اخدتش وقت خالص بجد اتمنى تجربوها هتعجبكو جدا والناحية التانية برضو خليتها عشر دقايق وبعدين قلبتها كده طالعة كانت سخنة وكانت تحفة ومستوية وطعمها حلو جدا وفكرة جديدة ووصفة جديدة للفطار وللعاشة اللي احنا زهقنا منهم وبنعد نفكر وبنحتار نعمل فطار ايه نعمل عاشة ايه بجد دي حلوة جدا قطعتها لهم بقى كده مسلسات زي البيزة عجبتهم كده بس طبعا كانت هنا سخنة جدا ما كنتش عارفة امسكها بصو الدخين مجرد ما قطعتها بصوا ما شاء الله زي الفطيرة بالزبط والحشوة مخليها خفيفة وهشة وكانت تحفة والجبنة منديها طعم مع السلامي والزاتون بجد يعني زي البيزة بل ان الخفيفة العجينة خفيفة مش عجين بقى وكده لا بخالص البطاطس طرية وطعمها حلوة مع البيض والبهارات بجد اتمنى تجربوها اتعجبكوا جدا هنا بحاول امسكها من السخنية مش عارف امسكها بصوا لجبنا ساحة ازاي بجد كانت رهيبة يعني اتمنى ان شاء الله تجربوها للولاد اتعجبكوا جدا واتعجبكوا وتعجب الولاد كمان وتعتمدوها في الفطار وفي العشق وسهلة وما اخدتش مقدير كتير ولا اخدت وقت كتير وحاجة خفيفة كده وجديدة بصوا ماشاء الله كانت جميلة بجد والجبنة كانت من جوة واكل لها صيحة كده وكانت حلوة جدا اتمنى يكون الفيديو عجبكوا لو عجبكوا هتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا في القناة عشان لو اول مرة تشوفوني ويفعلوا الجرز عشان يجيلكوا اي فيديو جديدة نزله شافكوا ان شاء الله في وصفات تانية وفي فيديو جديد ومع السلامة